حبايب قلبي اخواتي شباب وبنات عاملين ايه يا رب تكونوا كثير اه اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن فتاة اصوت اه في حفلة فاجوجة واتكلمنا ان احنا منصبش نفسنا اواضي وحكام على خلق الله لان ده مش تخصصنا وده ما يخصناش في حاجها وده ملناش دعوة بيه هي بينها وبين ربها وبين اهلها اهلها كل الكلام ده انتو مركوش دعوه ما يخصكوش لانتو هتربوه ولانتو هتعلمو ولانتو هتحكمو ولانتو هتحزبو ولكن انا جاي لكم النهاردة بردود فعل من البنت وكلام مؤهرة من البنت اه تعالوا نشوف الفيديو ونشوف قد ايه احنا سبنا قصر سلبي جوه البنت بدل ما تفرح بحفلة تفرجها بقت بالنسبة لها كارثة عائلية بالعكس كارثة على مستوى الجمهورية كله تعالوا بينا نشوف الفيديو واللي عنده كلمة طيبة يقولها واللي ما عندوش كلمة طيبة يخليها النص فيديو عادي زي انا تكلمت وانا شايف ان هو مشوش حاجة غلط خالص انا علمت اللي هي نفسي صحيح لدي نفسي ترنت و بس فانا كنت عايز اعرف ايه اللي حاصل لده كله وانا كنت بغلح زي اي حد كان يبرح من الاتخارض ا مغلقتش اي حد بيستانر يوم ده بس فانا استغربت من الكومنتات الصحيحة اللي هيقولها الميز يعني فمش عارف الليه كل ده يعني يعني حاجة ايه مش مش مخططة لها ولا لا لا زي ما بيقولوا ان انا بخطط ودفع فلوس عشان خاطر التلام دي. اه. انا مش عملة كده خبص. خبص. اه. ودليل على ده ان انا مش مجده عندي على 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 الصفحة بتاعتي. تمام. علشان اكسب منها زي ما بيقول. بس. اه طيب قولنا انتي ازاي ان تشر الفيديو ده? ازاي? اه. يعني اه انتي دليل حد ولا حد صرابه? ولا اكتفقنا على صفحة دي. لا. ان شركة ده كانت بتصور كل في الحفلة. اه صورتنا كلنا. تمام. بس تفكلمني قال لي يا سمر الفيديو بتاعت حلو خالص فانا هعمل لك تاج او اشارة. قلت له خلاص تمام ماشي. اه. بس لفا ما ما كملتش اي حاجة خالص. ما يعني هو اه مقرد احتفال بالتخرج? اه زي زي اي واحدة. اه. كانش في اي غلط يعني. انا مش شايفة ان فيه غلط خالص. اه. وانا فخورة بالله انا بعمله بجد لان انا تعبت في حيات كتير. وده اثبت لان انا بكمل اه بكمل صح. اه مش غلطان نهائي. نهائي نهائي نهائي. انا زي زي اي واحدة انا مش اول ولا اخر واحد الحفلة كان كلهم كلهم بيقصوا. كلهم كانوا بيقصوا. طيب اه تتوقين يكون في حد مسلا مرتب وراء اه نشر الفيديو ده انه هو مسلا يضرك او يسبب لك ازم ماء ولا هي جات مبارس صدفة. لا هي صدفة 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 صدفة. طيب اه بعد كده حضرتك اه طلعت في فيديوهات او في كنت الناس كتا بتحاول توصلك عشان تعرف حقيقة الفيديو. وكان صعب ان هو التواصل. حضرتك يعني جيتي امبارح ومشاء الله ظهرتي وسائل العلام وبيتوضحي موقف. حقيقة. اه اه كان يسن اه كان يسن اه 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 ا اكتر حاجة انا كنت بعملها كنت بامسك التليفون وكان اي حد يبعت لي مسلا كومنت ولا اي حاجة كنت بدخل اتفرد كنت باشوف من اللي بيعمل لي كومنت من اللي بيقول عليا كلمة مش كويسة اه مرقباههم مرقباههم عشان اشوف من معايا ومن عليا. مين? بس. اه يعني حضرتك مش مش انتي ايه اللي وراء اله مش انتي اللي وراء الموضوع ولا التخطيط لك. لا كثير كثير بيقولوا ان انا بسعى وراء الترند. انا ما اخدتش الترند زي ما بيقولوا ادي اول حاجة تاني حاجة ادخل عندي على صفحتي مش هتلقوني منزلة اصلا حتى من ساعة ما اتخرق من ساعة الفيديو ما حصل اه اخدت ونزلت وستوري بس ما نزلتوش ريه اصلا. مم. بس. طيب. قولي لي ايه. بس انا عايز اقولك الحاجة. انا اولا انا ولا اول ولا اخر واحد رقصت. تمام. مش انا بس. مم. وكمان انا اعتبر ما عملتش حاجة يعني انا ده ده مش رقصة ولا ولا اسمت ولا 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 هزيت. ولا الكلام ده كله. تمام. بس. طيب. بس يعني. يعني فيه ناس كتير كانت بترقص وبتقسم بدون ذكرى اسماك. بس. كان فيه حاجات نفس المظاهر دي في الحفلة. ما فيه بنات كتير اوي مسكة. فيه بنات كتير مسكة بترقص بتقسم لبسة فستين سواري. ايه. ايه. انا مش عايز اغلب خالص. بس. يعني. مش عارفة. يمكن عشان كنت مميزة شوية ببدلتي باللسكر. تابل الوشاح بتاعي. اه. ادي كل الموضوع. بس. وكنت يعني عادي. ممكن نقول عشان انت شخصية مشهورة من الاول. انا كنت بلوجر بس على قدي. اه. بساعد بس العرسان. بساعد اي حد محتاج مني حاجة. يعني كنت عادية خابص. اه. انا دلوقتي كان عندي فندي. اه. تمام? وكان واتشهرت جدا. بجد اكسن بالله. اتشهرت جدا. اه. ما عملش ضجة زي ما عمل اه في التخرج. تمام. بس فاشمعنا الوقت ده دلوقتي في حوار التخرجي. ما هو ده السؤال اللي احنا بنسأله. ليه الوقت ده? عشان كده الناس كلها خامنت انك خلاص اتخرجتوا وبتدور على شغل. فبتسوق النفس الكويس بالحفلة دي. لا انا مش بسوق لنفسي ولا في دناغ الشهرة. انا قلت اول حاجة ان الترند بالنسبة لي مش نجاح. مم. بس. طيب. قولي لي كده احساس اجيبها بعد ما شفت الفيديو والانتقادات والحاجات دي. بالعكس انا فرحت خالص لسبب. مم. هو انا زعلت وفرحت. ليه? مم. انا تعبت في حياتي. ايا كان الكلية بقى كمة مش كمة. اولا مش بالكليات خالص. دي حاجة. مم. تاني حاجة. اه. كفاية ان شفت اقرب الناس ليه. اه. اللي علقولي واللي معلقوليش. انا عارفة ان فيه ناس كتير قوي قوي. ما بتحبليش الخير. خالص. ايه. وانا مبسوطة باللي انا فيه. مبسوطة جدا. انا تعبت. اه مش اي حد. اه مش اي حد مش اي حد اه عارف يوصل اللي انا فيه. انا تعبت بمجهودي. اه تعبت تعبت تعبت. اه اثبتولي ان انا ماشي صح. اه اتمنى اه كل واحد يبقى في حلوك بجد والله. لان الكلام مش يطيف. اه انا حاسة ان محاوتني كلام سلبي. ولكن انا ما عملتش. انا ما اجرمتش. ما عملتش حاجة غلط. اه ما مكنتش في كبارية. الحمد لله انا اهلي كانوا معي. ما بعملش حاجة غلط. وده مجرد فيديو في حفل التخرج. وحاجة حلوة لانا رايحة اسطيني مش هاتتي. ما بعملش اي حاجة غلط. وحاجة كمان انا التخرج بتاع ما كانش في الجامعة. ده كان فقاعة عادية. هو ده السؤال اللي جاية. اه كل الناس لفعل انتباهها ان كانوا متخيين ان الحفلة دي داخل حرم الجامعة. لا ما فيش الكلام ده. بس. اه الحفلة دي انتم منظمينها مع بعض خارج الحرم الجامعي. اه فاصة بيكم. اه لا لان لان الشركة. لان الكلية كانوا مطلعين قرار ان ما فيش اه هما مشاهدوا مسؤولين لأي حفلة بره ولا الكلام ده كله. بس. تمام. في فيديوهات كتير يعني في بنت طلعت اللي هي اللي هي مترد تتخرج من النوبة. اه. على ابنية. اه جابرين اه. 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 يعني انا مش عارفة ايه مشكلة. اه. 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 انا مش عارفة. طب انت تتوقع ان تكون دي مثلا اه. حرب. ما نقولش حرب يعني ممكن حاجة خطة كده اه لازائك. تتوقعيها. اه. اه. تتوقعيها. اه. 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 طيب ردك ايه? ردك ايه خطوات اللي جاية? خطوات اللي جاية ان انا هكمل. اه. مفيش حاجة هتوقفني. انا قوية. اه. مفيش حاجة تعبني. لاني ما اخضطش احد. اهل وصق فيا. يا الحمد لله. عارفة ربنا كويس. اه. اه. ده اثبتلي مين معايا. ومين علي. مين بيحبني. مين مش بيحبني. اه. اه. اخورة بنفسي. بجد لان انا زي ما قلت بك. انا تهبت كتير. تهبت. فيه اه. فيديوهات اه. يعني اه. كنت خرجة فيها متعصبة. وبتقولي الفاظ ضيقة المتابعين شوية. اه. اه. ده كان طبعا بعد فيديو بتخرجه. لا. انت كنت قصداها ولا العصبية والوضع هو اللي كانت مساء انت تطلعي خلاص ان في خرجت عن تاكتك وعن شعورك. وكان لازل ترد بكلمات صعبة. اول حاجة انا 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 شلت ده هو كان شتوري اصلا. اه. اه. انا كنت مضايقة جدا. لما الاقي البنات انا قفلت الكومنتات. انا كلمت صحب الشركة قلت له. اقفل الكومنتات انا مش مستحملة كلام زي كده. وانا زي زي اي حد اي حد من الشركات او هما بينزلوا. اه. الفيديوهات بتاعتهم ان هما مبسوطين ان هما بيتخرجوا. انا عادي. انا قلت الموضوع عادي. انا محتشم. مش بعمل اي حاجة محترمة جدا. اه. اه. مش شايفن بي اي حاجة هلا فالص. دي حاجة. طيب اه. نرجع زي ما كنا بنقول ايه العادات والتقاليد هنا في اه اسيوط وفي الصعيد عن متن. هي اللي بترفض التصرفات وان كان الانسان بيعبر عن فرحته. اه. 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 انا لما اتكلمت او شتنت قسمان بعز جلالي لا انت لو ما كاني مش هتستحمله الكلام اللي تقال. اه. يعني كل الناس بتروح افراح. كل واحد اتخرج. اه. اكيد رأس. اكيد انت رأحت فرح اخوك ورأصت ومسابت بدلتك ورأصت. اكيد انت يا طنت. اكيد انت كنت بتفرح ابنتك وهي فراحة وبترقصي. قدام الناس. وفي اختلاط. انا مغلطتش. ما عملتش اي حاجة غلط. واكيد انت اكيد بترقص فرح اخوك. وانت كمان بترقصي فراح اخوك اخوك. بترقصي نفسي خستانة. ومبين تفاصيلك. انا ما عملتش مبين حاجة. ما عملتش اي حاجة. ويوم ما شتمت شتمت عشان خاطر حاجة واحدة بس. اه. لقيت بنات كتير خالص. بنات كتير خالص. اه. عملالت اه. يعني اشارة. اه. وعملين مشاركة. وبيشتموني باهلي. وانتي وانتي. وانتي بتعملي في قصيوت. وانتي بتاع كلام وحش جدا. ما ينفعش ما يتقال ما استحملتوش. انا ما استحملتوش على اهلي. اهلي دول تجراسي يعني فعش ان اسبهم واشتمهم. المفروض هم يفرحوا بي. احنا وصلنا للسؤال ده. عشان كده ما استحملتش وطلعت ردات ومسحت وما كملتش نص ساعة. عشان في خاطر بنات بتتبعني اطفال صغيرة. انا قلت انا على قدي. وانا مش قدوة لحد خالص. وانا مش ربنا. وانا مش ملاك. وانتو مش ملايكة عشان تحكم علي. انتو ما تعرفونيش. طيب هنوصل بقى لسؤال اه مهمي جدا. اه. رد فعل والدك والدتك على الفيديو كان ايه. احنا طبعا شوثنا والدتك مع ايه كيف حفلة التخارب. وطبعا كاتب الحارب ايه كي. بس وكيد ما تعيش توقع عن الفيديو وانتش رب الشكل ده. لما شفتوا الفيديو بقى والدك والدتك عملوا ايه. هوا في الاول انا كانت بنت واختي بتصورني بتليفوني. اه. وابا شاف اه شاف اه شاف اه شكلي وشاف ايه انا انا بتكرم مع الدتك ازاي. وكل الناس على فكرة انتو فيه ناس قالت لبصت الناس مستغربلها ازاي وهي دخلت. انا انا ما عملتش حاجة غلط. انا يدوبك. اتمشيت. 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 وعملت حركات كده عادي. ما اقصدش والله. اه. ولا حركات شعبية. انا كل الناس بترقص اصخم مني. انا كده مرقصدش. اعتبر. ده مش رأس. ده مش. ده منسان ومهوش رأس خالص يعني. اه. اه. الناس مجبورة بي بطريقة. انتو شكتش الفيديو من اوله. وانا دخلها بهبتي. انا دخلها بهبتي. ومشي بثقة. انا تعبت. انا بقول للناس دي كلها انا تعبت. اه. في ناس فشلة ومش في دمخة التعليم. انا تعبت في حياتي. وناس كتير يعني اه. كانت عايزايا الشر من زمان جدا. محدش كان عايزني اكون اه نفعة. اه. وانا بقول لهم من هنا انا نفعت. واثبت ده لكل الناس. وعايز اقول لكل البنات طول ما اهلك وابوكي واسكن فيكي. كمالي. ما تبصليش وراكي. طول ما انت مسدق روحك. ما بتعملش حاجة غلط. ما بتقزيش اي حد حواليك خلاص. خليك دايما صح. انت ما بتعملش حاجة غلط. طول ما اهلك وابوكي اهوكي وامة تدهرك خلاص. ملتش دعوة بكلام الناس. لو بصنا لكلام الناس احنا ما مش هنتقدم لقدام. خلاص. هم هم عايزين كده. خلاص. طيب اه دلوقتي اه جاوبي بس على السؤال. بابوكي وامة تكررد فعلهم ايه? اول ما شافوا الفيديو ده وقفوا. هم انتشر ولا لما شافوا الفيديو على كليفوني? لا لما انتشر. لما انتشر هو قالوا عادي مش مشكلة ما كل الناس والمشاهير والكلهم يعني ازا كان الرسول اللي انتقدوه يعني ستطلبوه يعني. تمام. هما كانوا وقفين جنبي. هما كانوا وقفين جنبي خالص خالص بس المشكلة كومنتات وحشة جدا. هما مستغربين طب انت عملت ايه? برغم ان هما شافوا فيديوهات كتير قوي قوي اللي بنات معي في الدفعة. هما على راسي طبعا. بس آآ قالوا اشمعنا انت. اشمعنا مسلا من المية او حاجة من البنات اللي موجودين واستخطلات وولاد والكلام ده كله. بيقولوا اشمعنا انت. ممكن اكون عشان كنت مميزة. ببندلتي بهبتي. بداخلتي. انا ما عملتش اي حاجة خالص. وممكن يكون برضو بسبب الكلام اللي عالي فيديو. بس ادو كل موضوع. آآ طيب انت قلتي الخطوات الدي هتكون ايه رد فعلك على الانتقادات والكلمات اللي بتهجم بتهتعملي ايه? انا هجازي اي حد يشوه في صمعتي. ويشهر بي وياخد صور بتاعتي من غير استئزائي. وده اكيد انا مش بخزر مع اي حد نهائي. تمام. ده. بس لانا انا ما عزيتش حد والله. انا تقول انا ما عزيتش حد. اصلا ما عزيتش. المشكلة جدت من البنات يعني. مم. يا ستي لو في حاجة انت شفتها مني وحشة تعالي انصحيني. على فكر انا بقبل. بقبل. انت ممكن تكون ما تعرفنيش. تعالي انصحيني. آآ خلي بالك انت غلطي في كزا. والله العظم هشيلك على راسه واقول لك صح انت صح. احنا مش ملايك اصلا. انا مش ملاك. طيب هو دلوقتي برضو هتتوقع يعني اكيد لسه الكومنتيات الفيديو هيخفض وقته. فانت هتحاولي تبقي هادية. يعني تستوعبي الموضوع بهدو. بس هل انت اخدت خطوة قرونية ضد الناس مسلا لنشارة زيديوهات. اه اه اخدت. اه اه اول خطوة قرونية اخدتها. اه. واي حد ينزلي اي حاجة بخطة سكرينشوت والباخد اللينك بتاعه خلاص. لا انا مغلطش انا ما قتلتش يعني ما عملتش حاجة غلط. انا وانا في كبري ولا فرح. ايه. وده فرح يعني هو الفرح حرام يعني انك تفرحي ده حرام. لا طبعا ده مش حرام طبعا. اه انا لو يرجع بي التخرج بتاعي تاني اقسم باللعم الاكتر من كده انا ما عملتش حاجة. بس. طيب. انا عبرت عن فرحيتي فعلا يعني انا انا مغلطش. يعني انا بس يعني انا الوحيدة في جد والله العظيم انا الوحيدة اه اللي اتخرجت في العالم كله في مصر كلها عشان كده تنتقدوني. لا. مش انا بس. اكيد انتو شفته يعني. وانا متأكدة كل شخص. كل شخص وكل واحدة وكل واحدة عمالي كومنت سقيق ومش كويس. انت بذات نفسك عارف ان انا اللي صح عارف ان الفيديو اكسم بالله الفيديو ملوش لازمة. اكسم بالله الفيديو ما يستهلش ان يطلع ترينده اصلا. انت عارف ان انا الفيديو ملوش لازمة. وعارف ان انا ما عملتش حاجة غلط. بس انت بتعلق. عشان خاطر تستفزدني وعايز تزيد. فبراحتة. وانا قدر اقول حزبي يا الله وانعمل وكير وانا خصيمة اي حد يجيب سرتي في حاجة غلشة. بس. بس الاخير هتوجيهيها لمتابعينك وي لكل الناس اللي انت قادرتك او ايدتك? انا مقدرش اقول اي حاجة غير ان انا مغلطتش. انا مش بحب ابرر. انا بحب الناس. انا مغلطتش والله. انا مغلطتش نهائي. انا بس عشان خاطر اهلي. ادي كل الموضوع. انا ما يفرقش معايا كلام الناس. خالص خالص خالص. انا انا صمر انا واسقة من نفسي. والحد الان محدش يقدر يكسرني نهائي. انا قوية جدا. والكلام هو ممكن يكون بيدايقني. انا هقول لكو تاني. انا بامسك التليفون بقلب بقلب بركز مين اللي علق لي. ايه. بشوف مين علق علي كومنت كويس كومنت وحش. قال لي كلمة في حقي مش كويسة. اه بشوف بقى اقرب الناس لي على فكرة اكتر ناس ترهرت على فشلين. دي مش هتنفع دي. اديني بقول لكم انا نفعت ودخلت كلية كمة انا بالنسبة لكليتي كمة. وكلية كويسة وانا بتشرف بيها وبتشرف باهلي. بتشرف بكليتي. بتشرف بدكاتريتي. الكلية ما لحاش اي زم. ما لحاش اي زم عشان حد يتكلم عنه بيش لقوب مش كويس. احنا كلنا فينا عيوب على فكرة. تمام. اه بس يعني اه كفاية بجد والله. اه.